فهذه الأسئلة رح أرد على تمانية أسئلة بالضبط عن اللغة والاستمرارية والتحفيز وكيف أستمر الشيء اللي أنا نجوز في ثالث شهور وثالث سنواتي مجدد تنجوز أقل من كده بكثير ياهر وسهر بيقايز أتمنىكم بخير ومعاكم أبد الرحمن صلاح اليوم كده قلت إنو خليني أخو ده أهم الأسئلة تيجيني عن تحفيز واللغة وكده كتبتها كده طلعت تمانية أسئلة فوقت خليني جواب عليها و I hope you're gonna benefit from it learn from it and let's go أشي سوي ليلة الاختبار ليلة الاختبار كل اللي عليك تسويه إنك تنام كويس period خلصنا طب إذا ما أنت قادر تنام حاول تقصد بنفسك تنام لكن افترض أن عندك وقت طويل هذا الوقت يريد تقسم على نصين النص الأول تستمتع شوية تجلس تتغدى تتعشى وطلع برا لأنه أصلا أنت already ما توتر فما أنت توتر نفسك إنك تتوتر بحبتين زيادة فأطلع تفسح شويتين خليك طبيعي حس الويكند هداك يوم الجمعة احتمال كبيرون يكون يوم الجمعة والجزء الثاني منه إذا من جد مرة مهتم خذ اختبار التجريبي كامل وراجع فيه على أهم الأشياء الموجودة عندك كده في مكان واحد كمراجعة سريعة ولمتاخذ الاختبار التجريبي هذا كامل لا تحسب أخطائك لا تعرف لا تصحح اختبارك بمعنى آخر حل الاختبار نقول أنه يا رب سهل الاختبار وأدعيك كثير وصل لك ركاتين صلاة الحاجة وأهجم على الاختبار بكرة في الصباح خليك جاهز أصحى بدري أن تتسد كيف أبدأ من الصفر؟ تبدأ من الصفر بأنك تبدأ حرفيا معظمنا 99% نبغى نبدأ نبغى نبدأ والبداية والمدرسة الكويس ونبدأ نجلس ستين سنة في الريسيرج وعندنا خمسين ألف كاب شرع الروابط ومسيب خمسين ألف بوست وفيديو لكن ما بديت فعلا في الاختصار أنك تبدأ من الصفر لما تبدأ لما تأخذ الخطوة ورقم واحد هذه هي البداية الفعلية هذا البداية اللي حتفرق معاك كل المصادر موجودة تبدأ من الصفر في الإنجلش مارس اللغة أسمع أول حاجة ممكن تبدأ فيها أسمع براملة صوتية خاصة بمسؤول مبتدئ وبرامل زي سبوتلايت صادر كلها موجود رابط في الباية حتساعدك لكن فقط لأبدأ قول اليوم قفل البوست هذا فقط لأبدأ لأنك تبدأ من الصفر لأنك تأخذ الخطوة ورقم واحد كيف استمر في تحقيق أهدافي؟ الاستمرارية صراحة مشكلة لأنها عندك هدف البداية تتحمس البداية صعبة لما تأخذ البداية اليوم الأول لما تخلص تقول الحمد لله أنا كذا راح أجيب التسعة والتسعين وحفجر الآيالس ومدري أش لكن لو يجي اليوم الرابع والخامس والسادس وانت في نفس المنوال هتبدأ تكره تطفو اجتمل الحل تكن نفسك بهدافك واخصب نفسك الانضباط والإصرار والاستمرارية كلنا نتكلم عليها وسكرين شوتس والتويت ونتكلم عليها لكن ما حد صعب الواحد يمشي عليها كيف أرتب وقت يصاح؟ رتب أولوياتك رقم واحد إنك أحرفين تكتب ورقة أكتب إيش أهم حاجة في حياتي الصلاة طيب بعدها إيش أبو يا أمي حلو بعدين إيش الشغل الوظيفة الجامعة رتبها بالترتيب وبعدين شوف يومك أنا أنا يومي 24 ساعة هادي راحت فين؟ مثلا قاعد أنام 10 ساعة فين هادي أربع ساعات طيب ليش الزيادة هادي؟ قاعد أتفرج على مسلسلات سبع ساعات وثلاء أربع ساعات فين ما كان في الأولويات؟ إذا أنت فعلا بالنسبة لي أنك ترتاح وأنك تتفسخ أولوية رقم 2 فكويس ما حقول لك شيء لكن إذا الآيلس عندك أعلى وأهم من اللي تتفسح وتترتاح فهينج يجي سؤال وأسر نفسك إنه طب أوكي هذا ليس صحيح والحل إنك تقرر من اليوم إنه اليوم رح يقفل هذه اليوم حمسة على التطبيقات الفلانية أنت تصد؟ كيف أوازن بين الشغل أو الدراسة ومذاكرة الآيلس؟ إنك ترتب أولوياتك وتحاول تستغيل كل ربع ثاني في يومك يعني حاول تفكر وأنا راح في السيارة الوقت هذا دائما نكون فاضي فيه إيش يسوي فيه ودائما مثلا كل يوم أمتي تتصع عليها فتقول خلاص خليني تتصع عليها وأنا في الدوام ونطالع فأنا سايفة up my time وأنا راجع خليني أسمع برنامج صوتي للآيلس في ربع ساعة ونصف ساعة وأنا راجع بالدوام خلاص صارت في المذاكرة وأنت قاعد سوق حاول أنك تستغل الوقت وأنت راجع وأنت رايح في مكان وأنت في المصعد ثبت بحاجة وأنا دائما أطلع من المصعد خليني أخلص هذه الحاجات اللي عندي وأنا نازل المصعد خليني كل يوم في اليوم ثبتها في اليوم البريك اللي حاخده نصه حيكون كده ونصه حيكون كده راحة وأتغدى فيه وأنا قاعد أتغدى خليني أسمع برنامج صوتي تحاول تتكلم عن ملتي تاسكين ونصديني الموضوع رايح فيك كيف أرتب أولوياتي؟ ترتيب الأولويات كل يجي أنك تكون صادق مع نفسك وتحط أهدافك وحياتك الحالية أو الشيء اللي أنت تبغى تسويها الشيء اللي أنت تبغى تستمر عليها مثلاً مين فعندك تقول أنا أبغى أجيب أبغى أدخل في جامعة هارفرد وبأخلص هذا الشيء ودخل ووضيف فلاني وأبدأ مشروعي الخاصي لآخرة وإنت تقعد دائما 12 ساعة وتتفرج Game of Thrones بثري ايش 50 ساعة فـ You really have to balance حلو هذا أنا أو خليم يعني لا تضل المفسك أو لا تسوي نفسك مثالي أنه لا أنا ما أبغى أسوي كده ويومك على أرض الواقع يكون العكس تماماً رتب أولويات أكتبها كده حلو أنا لا أنا من الناس اللي لازم أتفسح كل شويتين أطلع في الويكند يومين أخذ يوم أف بالكامل أو أنا من الناس اللي مثلاً لازم أطلع مع أصحابي وبنفس الوقت تحط الأولويات تشوف Big Picture IELTS الوظيفة المهارات كيف أطور لغتي في ساعة واحدة يومياً؟ ساعة واحدة هذه معناها ساعة التطوير يومياً تستمرت عليها صدقني راح تصنع معجزات بشكل أنت هتشوفه من أول أسبوع ساعة هذه هتقسمها على الاستماع على قراءة الكتابة المحادثة بالممارسة تمارس الاستماع استماع برامة صوتية لمدة نص ساعة بالنسبة للقراءة تمارسها في نكتيج الروايات لمدة عشرين دقيقة بالنسبة للكتابة تجيب ورقة وتحب تاني مرة خمسة دقائق وتكتب كتابة حرة بدون ما تهتم بالأخطاء أو أي حاجة أخسار أي موضوع تكتب لمدة خمس دقائق بالنسبة للمحادثة تسأل نفسك سؤال مطول زي How was your day? What's your favorite hobby? وتجاوب على هذا السؤال زي كنا قعد تسجل voice message لأحد من أصحابك لمدة خمسة دقائق ما هي أفضل طريقة للتعلم الإنجليش؟ أفضل طريقة للتعلم الإنجليش الممارسة طبعا عكس تماما اللي إحنا درسناه في المدارس واختبار ومناهج ومدري إيش وعندك القواعد وقواعد F ومدري إيش والأزمنة إحنا تعلمنا ميكانيكة السيارة أكثر من نعرف مسوق السيارة فدحنا الطريقة الصحيحة أنك تتعلم اللغة أنك تمارس 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 أسمع كل يوم أقرأ كل يوم أكتب كل يوم أتكلم كل يوم قدما مارست اللغة أكتر قدما ناتشر اللغة طلعت من عندك مو أنك أحد سألك سؤال تأخذ خمسة دقائق عشان ترد عليه تقول الاسم النون والفرب الثالث والصريف الثالث تحاول It's not gonna work مارس اللغة جدا ممتاز أتمنى عجبك تلمني أسئلة أتمنى استفدت منها Let me know إذا عندك سؤال كمان موضوع هذا أو ممكن ترسلي عن خاص على تويتر وأشوفك على خير سبحانك الله محمدك نشهر لأنت أستخبار كتوب لك